ادينا فكرة ماذا قدم العراق للعالم حاطر اسمع يا سيدي اول كتابة في التاريخ الكتابة المسمارية 3000 سنة قبل الميلاد العراق اول زراعة للحبوب العراق اول عجلة صنعت في التاريخ العراق اول محراث للبذور العراق اول مركب شراعي العراق اول ري صناعي العراق اول من حفظ السجلات التجارية العراق اول من استخدم نظام الرياضيات والعد العراق اول خدمات مصرفية العراق اول من قسم الدائرة الى 360 درجة العراق اول معادلات جبرية العراق اول مدن في العالم في حقبة اورك العراق اول امبراطورية متعددة الاعراق الامبراطورية الاكادية 2334 قبل الميلاد وسرجون العظيم العراق اقدم مدونة قانونية في التاريخ مدونة اوروكاجينة العراق اقدم شريعة في العالم شريعة حامورابي العراق اقدم ملحمة في التاريخ ملحمة جلجامش العظيم العراق برع العراقيون القدماء في علم الفلك والرياضيات والهندسة في العراق اول من بنى الحدائق المعلقة حدائق بابل المعلقة من عجائب الدنيا السبعة التي بناها نبوخ اذنصر لحبيبته العراق اول نظام صرف صحي في العالم في العراق اول برج في التاريخ برج بابل في العراق اختراع الوقت الستيني هم اللي جسموا الدجيجة الستين ثانية وش كده العراق اول من صنع الحلي من الذهب بعد ان كانت تصنع من المعادن السمريين العراق اول تسمية للفصول والاشهر العراق اول من استخدم سلاح الفرسان وصنع المضرعات العراق اول من صنع الزجاج العراق اول تلفزيون يدخل في العالم العربي 1954 في العراق اول باص بدورين الباص الاحمر ده العراق يا خابرة بيض ايه ده ايه ده في اللحظة ايه ده ايه العظمة دي كل ده في العراق ده في العراق القديم يعني معنى كده ان فيه شخصيات عظيمة في العراق اثرت في التاريخ فيه شخصيات عظيمة في العراق اثرت في التاريخ اسمع معايا سرجون العظيم العراق نبوخذ نصر العراق شلمنصر الأول العراق صلاح الدين الأيوبي العراق حامرابي العراق أبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد ويعلها حاضرة الدنيا في العراق هارون الرشيد وإمبراطوريته العظيمة في العراق الأمين والمأمون وحركة الترجمة التي أخذتها أوروبا عنا في العراق مكتبة بغداد أكبر مكتبة في العالم وفي التاريخ في العراق سفيان الثوري العراق الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من العراق الإمام العظيم أحمد بن حنبل من العراق الإمام الليث بن سعد من العراق الإمام موسى الكاظم من العراق زيد بن علي من العراق أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علما نحو وكان وليا على البصرة في العراق الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض من العراق الدكتور فاضل الصمراء العراق بشار عواد العراق عماد الدين خليل العراق ماهر سيد الفحلة العراق غانم الفدوي العراق ابن الهيثم العراق يعقوب بن إسحاق الكندي العراق محمد الفازاري العراق حنين ابن إسحاق العراق ابن مساوي العراق يا خبر ربي ده فلاح ايه ده ايه العظمة ده ايه ده كل ده في العراق طيب انت عم فلاح شاعر وبتحب الشاعر ومباهر بالشعراء قلنا ولا هل في شعراء في العراق يعني شعراء وكتاب وأدباء وحيات عظيمة كده حاضر حاضر يا سيدي خد عندك أعظم شاعر في تاريخ البشرية في تاريخ العالم في تاريخ التاريخ المتنبي العظيم الكوفة العراق محمود درويج بكل عظمته بكل جبروته بكل عالميته لما حاب يطلق عليه لقب قالوا عليه متنبي العصر المتنبي ده مش رأي ده رأي النقاد وعلماء اللغة أن أعظم شاعر في التاريخ المتنبي العراق متلب من العراق أول العراق أنت لسه شفت حاجة عظماء الشعر في العالم في التاريخ العراق بشار بن بورت العراق أبو نواس العراق أبو العتاهية العراق ابن الرومي العراق دعبل الخزاعي العراق بدر شاكر السياب العراق نازك الملائكة العراق بدر السياب ونزك الملائكة هم اللي عملوا الثورة في الشعر الحديث أحمد مطر العراق مظفر النواب العظيم العراق البياتي العراق معروف الرصافي العراق الجواهري العراق يا خبر وكأن الشعر ولد في العراق من المستحيل أن تكون عراقيا ولا تكون شعرا ما يمكنش ما تقدرش الشعر في العراق كأشجار النقيل يا الله يا الله يا الله كرد في العراق طبعا أنا هاي سألك سؤالة فلح نعمة سيدي ليه العراق بيسموه بلد الأنبياء دايما نسمع عن الجملة دي دي مش بلد الأنبياء بس العراق دي بلد الأنبياء وبلد الحضرات وأول الحضرات في التاريخ كيف بلد الأنبياء بس ليه يعني بيسموه بل معني فيه أنبياء من فلسطين وأنبياء في مصر وسيدنا موسى كده ومصر وسيدنا يوسف ليه بيسموه بلد الأنبياء الله الله بيسموه بلد الأنبياء يا سيدي لأن الأنبياء جم منين؟ جم من أبو الأنبياء اللي هو سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا إبراهيم الخليل اتولد في العراق في بابل وجم منه كل الأنبياء لذلك يقولك العراق هي أرض الأنبياء هي بلد الأنبياء ده غير طبعا سيدنا يونس وغير أرمية وغير يعني كثير وكثير وكثير كل ده في العراق ويظل الشعب العراقي العظيم الذي دفع أكثر من مليون شهيد على أرضه يظل صابرا وصامدا لا ينحني أبدا العراقي لا يعرف الهزيمة أن تكون عراقيا معناه أن تكون حمرابي أن تكون عراقيا معناه أن تكون جلجامش أن تكون عراقيا معناه أن تكون شلمنصر أن تكون عراقيا معناه أن تكون نبوخض نصر أن تكون عراقيا معناه أن تكون المتنبي أن تكون عراقيا معناه أن تكون السياب أن تكون عراقيا معناه أن تكون مظفر النواب أن تكون عراقيا معناه أن تكون فارسا وشاعرا في نفس الوقت وقل ما تجتمح آتين الصفتين أن تكون فارسا وشاعرا فالعراقي معروف في أي مكان في العالم العراقي كأشجار النخيل السامقة دايما رأسه إلى السماء لما حبيت أعمل ده وأقول هذا هي والعراق ده كل ما أجي أعمل أديل شهر أنا بأعمل في البحث كل ما أجي أعمل تطلع لحاجة جديدة أعمل تطلع لحاجة جديدة أعمل تطلع لحاجة جديدة طب أعمل إيه فأقولت لأ أنا لازم أخذ نظر عامة أنا مجدرش أقول لك مثلا صلاح الدين عمليه مجدرش أقول لك حامورابي عمليه مجدرش أقول لك شلمنصر عمليه مجدرش أقول لك نبوخة النصر عمليه وما قدر شرح لك الحضارة السومرية والحضارة البابلية والفترات بتاعتها صحب أنا بديك رؤوس كده نظر عامة وانت بجا روح ابحث علشان تعرف قيمة العراق وعظمة العراق والشعب العراقي دلوقت رجعنا للسؤال الأول يا عم الحج اللي هو ايه ليه الشعب العراقي مختلف لأن في جينات بتجري في دم الشعب العراقي جينات عظيمة أول الحضارات وأقدم الحضارات وأعظم الحضارات أول ناس عملوا أول شيء في كل شيء العراق وتقول للعراقي مش مختلف العراق العظيم بيت العرب العراق أن تكون عراقيا فهذه هي هدية السماء تحياتي إلى الشعب العراقي العظيم وصلوا هذا الفيديو إلى جميع أنحاء العالم ليعرف العراق مش العراق يعرف العراقيين عارفين ليعرف الجميع ويعرف العرب وتعرف أمريكا من هو العراق العظيم العراق وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر